مرحباً لكم بعد الفوصل حسناً عسفين يا جماعة بصي سريعاً كده يا أستاذة أمنية طبعاً إذا كتعرفي نفسك للناس تفضلي زيك لأول أنا أمنية 3 متخصصة على كشار بدأت في المجال ده من حوالي 6 سنين خدت المجال ده لأنه هو مجال صعب شوية أو انتشر بشكل مش صح كتير فحبيت أن أنا أكون مختلفة فيه فبدأت الحمد لله دلوقتي يعني بدأت خلاص إلا هو بدرسه بشكل طبيع أكتر بس كده طيب قولي بقى كده عشان إحنا نبتيزي الأول بأهم حاجة عشان الوقت عايزك تقولي ناس إزاي إحنا ممكن نحافظ على شعرنا طبعاً هو دي طبعاً هتحتاج وقت مننا كتير قوي بس باختصار كده الشعر ده يعني منقسم الأقسام كتير قوي يعني كل واحد ليه طبيعة شعره وكل واحد حسب طبيعة شعره هو مفروض يتعامل معاه أول خطوة لنحن مفروض بناخدها إن إحنا نفهم أصلاً طبيعة شعرنا إيه طب هل هو دهني أو جاف أو عادي طب أنا عملت فيه حاجة قبل كده فهو متضرر أو سليم أو كويس عندي إشرة ما عنديش الحاجات دي كلها البدايات الأساسيات لأننا لازم أفهمها طبعاً هو شغل يا جمال أستاذ أمني هيبين دلوقتي كله الحاجات طبعاً اللي عملتها كلها شغلها ده لو يعني فيه وقت ما همتكلم فيه هو معينا بالفعل يعني طيب قوليني بقى أنت يعني هو أحدث حاجة تقريباً أنا أعرف عن ليه الفيلر اه طبعاً إيه الفرق بين الفيلر الحراري وإيه الفرق بين الفيلر الفيرت طبعاً السؤال ده كويس قوي الفيلر الحراري هو بيكون يعني الفرق اللي بيفرقهم همه الاتنين عن بعض أن الفيلر الحراري بيكون في نسبة فرد يعني إن إحنا بندخل في البروتكت نفسه أحمد أمينية تبدأ تعمل عملية فرد للشعر بس مش تققى زي البروتين مثلاً اللي هو الفرد الستريت قوي المية في المية والكام ده لأ بيكون الشعر فيه ويفات خفيفة طبيعية ده الحد اللي بيبقى محتاج يكون شعره شكله طبيعي الفيلر البيرت ده بيبقى جاست علاج ما فيهوش أي فرد نهائي وبتبقى جلسات متتالية زي الأولابليكس والحاجات دي يعني بتربط روابط بتاعت الشعر وبتخليها تتماسك تاني ما ترح بقى أسحب اللون أو مثلاً حد كان عامل منتجات مش كويسة قبل كده في شعره أو مش بيهتم به بس كده طيب عايزيكي كده تقوليلي إزاي خلي أو أحافظ على شعري من خلال ترتيب يعني من خلال ترتيب إزاي خليه مرتب على طول كده دي مهمة جداً أول حاجة بقى في الموضوع ده شرب الميا شرب المياه كتير قوي تلاتة لتر ماية يعني على قلب لازم تعرفي الأول أن أنت جسمك أصلاً واخد كفايته من الأوميجا سري والمعادن والأحماض والحاجات اللي هو محتاجها أساساً من جوة بتكليل حاجات اللي فيها سمك اللي هي الأوميجا سري مثلاً المكسرات طيب أنا عايزة أسألك ما ليش سوالها أقطعك هو في طبعاً أنواع شعري كتير فيه دهني وفيه جيف مختلط هو ده شرب المياه وكل اللي أنت بتقولي ده لكل الناس ده لكل الناس ده عشان أحافظ على شعري من جوة اللي أنا أخلي جسني أصلاً فيه حاجات بتطلع دهون طبيعية على وشي وشعري وضوافري كل ده بيقامل حاجات طبيعية اللي إحنا بناخدها طيب أنا عايزة أحافظ على شعري رتب أولاً ما ماستخدمش زيوت طبعاً اللطيفة دي لازم أكون متأكدة أنها معصورة البارد وهيدروليك علشان ما فقدش فوائدها وتكون بتتخزن بشكل صحيح دي أول حاجة التاني حاجة أنا بعملها مجرد حمام الزيت على فتراتي مثلاً كل أسبوعين كل أسبوع كل شهر حسب طبيعية شعري برضو هل هو دهني أو جاف أو عادي أو أنا بستخدم الزيت ليه طبعاً هنبنعمل ده في حلقة خاصة نتكلم فيه بتفصيل لكن الترطيب ملوش علاقة بالزيت الترطيب بيبقى قيم على إن إحنا ممكن نعمل ممكن نستخدم ممكن نستخدم يكون فيه حاجات العوامل اللي أنا محتاجها في شعري مكونات اللي أنا محتاجها لترطيب شعري لكن الزيت الناس بتفتكر إنه يرتب لأها بالعكس هو بيجفف أكتر بيخلي شعري جاف أكتر طيب أنا إذا كتكلمينا شوية عن موضوع القشرة القشرة دي بصي عند معظم الناس أصلاً كل الناس بصي فيه ناس عندها إشرة بسبب سوء استخدام يعني هما بيستخدموا منتجات بتشكله غلط وفيه ناس عندها إشرة ومراضية يعني هل أنا بقى عندي إشرة دي مرضية واللي هو سوء استخدام ده اللي بيحدده التريكولوجس أو الطبيب الجلدية لما حددك بتروح تكشفي لازم يقفيه كشف عشان حادي يقدر يحدد ده إيه لو هي إشرة مرضية فإحنا بنمشي على علاج طبي ما بينفعش إن إحنا بنستخدم وصفات ماما وتيتا لأ أحنا بنمشي على علاج طبي بيكون شكل ما يفعوش أي أدرار نهائي وفيه حاجات تانية برضو من الطبيعة شوية هي بنسميها جلساتي ديتوكس دي بتبقى أو حاجات مش الديتوكس اللي هو خل على ملح لا لا فيه ديتوكس بيستخدم في الأماكن ده لو هو إشرة دهنية أو مرضية لو الإشرة بسبب سوء استخدام فإحنا برضو هنستخدم جلسة ديتوكس دي ناهمة جدا لتطهير فروة الراس كمان فيه منتج جديد هو مفروكا معايا بس مش عارف دلوقتي المنتج ده أصلا معمول ديتوكس بينضب فروة الراس من أي شوائق فيها هو اسم بايوتين هو موجود برضو عندي في السنتر المنتج ده بينضب فروة الراس بيخلي الشعر ما يتكونش إشرة عشان الإشرة بتتكون من الزيوت ونستخدام المياه السخنة زيادة يعني إن أنا قدهن شعري زيت أو فازلين أو بالمرز أو الحاجات التقيلة دي وأسيبها وأسيبه بقى فترات طويلة أو إن أنا بيكون برستة بحاجات على فروة الراس دي أسباب البشر طيب جثي بقى عشان فيه الوقت بس أنا عايحة خدت أسئلة في سؤال واحد موضوع الصلاة اللي هو ساعد في بقى فيه صلاة وراس وموضوع اللي هو بيبقى شوية عند رجالة وستات طبعا الفراغات وتساقط الشعر أصلا دول عايزين صباح لقيت أو أو ما أنا بقول لك لأنا عايزين كده يعني إيه وآخر حاجة بقى بعد كل ده إزاي أصلا إن أنا أحب شعري كده ويبقى كويس يعني عشان تقوليه كده للجمهور طيب نختم يعني ثلاث أسئلة دول ثلاث أسئلة طيب الصلاة عموما هل هو وراسي أو هو صلاة بسبب بردو سوق استخدام لو هو وراسي أو إن أنا مثلا كنت بستخدم حاجاتنا حالة لشعري قدام أو أين كان ده ولد أو البنت ده اللي بيحدده طبيب جلدية أو الترايكولجست دلوقتي لأن العلم ده تطور هو حاجات دي اللي يجيليك العيادة بتعرفيها أوه طبعا أوه طميم على فكرة يا جماعة أنا قلت لكم وأنا بقدمها قبل الفوصل إن هي عندها العيادة طبعا أكيد ظهرت على التلفزيون اللي هي أمنية صح أمنية أوه طميم دي العيادة بتاعي تحتفضل دي أول حاجة في الصلاة ما انفعش أبدا إن إحنا نقول لعشان نعالج الصلاة إن إحنا نجيب توم ونعمل به فروة راسنا لا الكلام ده مش صح تماما الموضوع طالما أخذ شكل مرضي فلازم ياخد طرطب في العلاج فلازم إن إحنا هنزور دكتور الجلدية أو ترايكولجست حد عالم بعلوم الشعر وبرضو ترايكولجست هو بيوصف علاج الصلاة الراسي لازم يرجع فيه لدكتور الجلدية أو يكون بيستشير فيه لدكتور جلدية إيه كمان سؤال التاني الموضوع اللي هي الفراغات اللي تبقى في الشعر الفراغات لها أسباب كتيرة الناس اللي بتلبس بواريك بشكل مستمر الكلابسات بتاعت الاكستنشن كل ده بيعمل فراغات الناس اللي بتربط شعرها كتير لورا بشكل مستمر لأ برضو ده بيعمل فراغات مفوط وعند الرجالة بييجوا من سنة 30 كده بيبقى فيه ده وراسي فيه ناس من الجلد طب أيوة صح لإن فيه ناس أصلا ممكن يكون يعني مفيش وراسة في الموضوع ده بس ساعات ميبقى مش وراسي شعر ناعم دايما بيقولوا في الرجالة الشعر ناعم أصلا أي راجل شعر ناعم يعني بيقولوا أنه أصلا بيجي له لا لا ملوش علاقة هو الفكرة كلها إما هيبقى وراسي إما الأستاذ بيستخدم حاجة غلط عملتنا إنه شعر نحل طب هلا هيطلع ولا مش هيطلع طالما المسان بتاعت الفراغ المفتوحة إذن نحن نقدر نتعالج ويطلع تاني ويبقى كويس قوي لكن لو اتقفلت فإحنا بنحتاج زراعة طيب معلش الوقت ويبقى تانية معينا وبوصحة مبسوطين جدا بشوية صغيرين دول استنونا إن شاء الله في الحلقة القادمة من بيرنامج فكرة وفكرتنا النهاردة ومستقبل بكرة إلى اللقاء